نشرح حيث أعلن مالك شركة ستارلينك آيلون ماسك بدأ عمل خدمة البث الفضائي للإنترنت على الأراضي اليمنية إعلان مالك الشركة الأمريكية أثار حفيظة ميليشيا الحوثي واعتبرته تهديدا لأمنها وحذرت من التعامل مع خدمتها واستغلت الميليشيا الهجوم غير المسبوق الذي استهدف أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان في التحريض على ستارلينك اليمن على الجانب الآخر رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني بإطلاق خدمة ستارلينك اليمن واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز التنمية والتواصل في اليمن وأكد عضو المجلس عبد الرحمن المحرمي على منصة أكس أن هذه الخدمة ستوفر إمكانية الوصول إلى الامن الوصول الآمن إلى الانترنت هذا وتصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الانترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية معنا من عمان مهندس أمن المعلومات فهمي الباحث أهلا ومرحبا بك معنا سيد فهمي نريد أن نعرف حقيقة مدى أهمية هذه الخطوة وكيف تنعكس على اليمن في ظل أيضا التنويه إلى موقف الحوثي وما يشيعه مستخدما الحادثة الأخيرة التي وقعت في لبنان مرحبا بكي وكل المشاهدين حقيقة تدشين ستارلينك في اليمن يأتي تتويجا لجهود بذلة خلال الأربع العوام الأخيرة منذ أنطلقت المفاوضات المحادثات مع شركة ستارلينك لأن اليمن أو الحكومة الشرعية بالتحديد والمناطق التي تحت سيطرتها بحاجة إلى سحب البساط عن ميليشيا الحوثي التي تتحكم بقطاع الاتصالات منذ انقلابها في العام 2014 على الشرعية اليمنية وسيطرتها على قطاع الاتصالات واستخدامه في جوانب أمنية وكمورد اقتصادي هام لتمويل الميليشيا لمحاربة اليمنيين بأموالهم هذه الخطوة تعتبر واحدة من الخطوات التي كان ينبغي القيام بها منذ فترة مبكرة وهي صحب البساط لتوفير انترنت لا يمر عبر ميليشيا الحوثي وبالتالي الابتعاد عن السيطرة والرقابة وحجب المواقع التي دائما ما يقوم بها الحوثي وفلترت الانترنت فالناس بحاجة إلى انترنت سريع بعيد عن أي رقابة أو تنصت أو تجسس إذ تعمد الحوثي حتى أثناء سيطرته على عدم توفير الأجهزة والتحديثات اللازمة للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في المناطق التي تحت سيطرات الحكومة الشرعية وبالتالي وجود ستارلينك يعتبر حل وحيد من ضمن حلول ينبغي على وزارة الاتصالات الشرعية القيام بها بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يقوموا بإدخال عديد من شركات التصارات التي توفر مثلا خدمات الجيل الخامس والجيل الرابع ستارلينك خطوة جيدة لكنه قد لا يتناسب مع كافة المستخدمين نظرا للأسعار ولكنه له فوايد كثيرة بالتأكيد حتى اقتصاديا وتوفير وصول الانترنت بحد ذاته إلى المناطق الوعرة كيف ستحل هذه العقدة موضوع المبالغ الجانب المادي بأنه قد لا يتمكن كثيرون من استخدامه نظرا لغلائه هل من وسائل أو أساليب ربما لتحل هذه العقدة وتصبح الأمور أسهل بالنسبة لليمنيين هو يوفر ستارلينك بالنهاية يوفر انترنت سريع ويلبي احتياجات شريحة كبيرة وخصوصا الشركات والمؤسسات والوزارات أو المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو أصبح أصحاب المشاريع من بنوك ومؤسسات صغيرة لكن أيضا المستخدمين العاديين هناك من لديه القدرة على الاشتراك أيضا هناك شبكات عامة يتم إعادة بث الانترنت وتوزيعها وبالتالي لك شريحة كبيرة سوف تستفيد من هذه الخدمة الحل الآخر كما ذكرت سابقا ينبقى على وزارة الاتصالات أيضا إدراج منح التصريح لشركات موبايل أو أخرى تستخدم تقنيات الجيل الخامس أو الجيل الرابع من الاتصالات ورغم هذا كله كما ذكرتم في تقريركم الحوثي بدأ صراخه يسمع بسبب وجود هذه التقرير إلا أنه أولا سوف يفقد الكثير من الموارد المالية سوف يفقد السيطرة والتحكم على الكثير من المعلومات التي كانت تمر عبره بدأ بتوظيف أتباعه والنشر إيها من الناس وعمل البربغاندا الإعلامية بأن هذا انتهاك للسيادة وما إلى ذلك وكلها معلومات أو كلام سطحي عاري من الصحة فالإنترنت بكل أينما وجدت فالإنترنت فهو ليس آمن بأبل مئة ولكن يوجد شخص مستخدم للإنترنت يستطيع حماية بيانات والحوثي بحد ذاته يستخدم الإنترنت ويستخدم منصة X أصلا التابعة لأيلون ماسك التي أنتقد فيها شركة سارلينك التابعة لأيلون ماسك أيضا نعم شكرا جزيلا من عمان كنت معنا مهندس أمن المعلومات فهم الباحث شكرا على كل هذه التفاصيل